رودني أهلا وسهلا فيك شاركو نعجبك هيدا الألف يقول صغير اليوم متل ما قلنا ذكرى عشية الذكرى المئوية للبنان الكبير لبنان الكبير يعلي مئة سنة ما بعرف شو قطع عليه وشو ما قطع عليه من نزعات ومن حروب ومن كوارث شو بيذكرك هيدا التاريخ شو بيعني لك خاصة مع زيارة مكرون المرتقبة بعد بكرة أو عشية بكرة لا هو بالأساس يعني الأوطان ما بتنقاس بس بالقرون يعني هو إعلان دولة لبنان لكن لبنان يعني مفروض يكون عمره تقريبا 2500 سنة قبل المسيح يعني أول مرة نذكر الأوطان ما بتروحوا بتجي بمئة سنة ولا حدا بيخدوا ويجيبوا محل ما بدوا وساعة اللي بدوا الوطن بيبقى العالم بتجي وتروح والعالم اللي بيتركوا بالذاكرة الجماعية شو بيشتغلوا بحياتهم اليومية هيدا اللي بيبقى ما فيشي تاني بيبقى عشان هيك عشية زيارة مكرون يعني كنت هيك عمرائب شوي إنه في ناس إنه مستغربين أو مفزلكين شوي زيادة إنه كيف مكرون بدو يجي زور السيدة فيروز هذا كم دقاستعلك أول شي يعني ميم توعيني زور يعني يعني أبوطاني المين يعني ميم دو زور يعني فيروز الرمز برمزيته مش بس رمزيته يعني دولة سقفية فرنسا يعني رئيس جمهوريته مسقف كمان سو بيعرف إنه بالذكرى المئوية بيزور الرمزية طبع البلد وإذا فيه حدا هالقد بيجمع بلبنان هو فيروز حتى لو إنه ببعض الأحيان يعني طبعا على اللبنان يعني مثل بعض الصحفيين هيدا الناس عندنا هون ما بتنسى أنا ما بنسى بتذكر في مرة الصحفي كتب ما قال بصحيفة لبنانية عن فيروز يعني شي مهين بوقتها كان يعني بس هي بتجمع أكتر شي الشعب اللبنانية لأنه تعبير صادق بصوته عن التعبير الصادق للأخوان الرحباني ولا زيادة الرحباني ولا كل المؤلفين والملحنين اللي اشتغلو له بقى الفكرة يعني هيدا الاستهجام بضحكنا أنا إنه هيدا بيدل على قدين إحنا مشكلتنا ثقافية بلبنان وقدين لفل طبع الصقافة وواطئ في كتير علم في قليل صقافة في قليل معرفة وفي كتير استهزاء بشغل الغير أزقف إنه هلأ اللي عايشين هلأ وعم يحكوا بهذا الموضوع رح يتذكرون بعد ما يموتوا غير أهلهم وبهذا المناسبة أنا أحب أعزي لبنانيين كلهم بالضحايا اللي استشهدوا كمان ما يعني طلع الترند قال ما فيك تقول عنه شهيد للي مات عنه ما أمشكين هم بده يموت لا ما هو ما فيه ما فيه شيء للمجهول بالعربي يعني استشهده مش بإرادته صح اوكي صو هي ردبة شهيدي لحتى مات كمان ما تسخف بقيمة قتله أو موته اوكي التعزيه مش كافية لأنه أنا في حدا من أصحابي قتلت مرته ما عرفت تعزيه بعض له هلأ لأنه ما عرفت شو بدي قلو قلو ما عرفت تعزيه صو التعزيه منا كافية ولكن البلاد تبقى ومفروض العالم هلأ توقف على إجريه وكل الناس يعني كمان عم بسمع أشياء كتير على التليفزيونات مع أنه أنا يعني ما كتير بحضر بس ليتلي عم بحضر لشوف بسمع عالم عم تدعي العالم على الثورة وبالإيد الثاني عم تقولهم خلاص تركوا لبنان وفلو شو هالليدرشيب هيدا شو هالطناقض لا شو هالليدرشيب أنه أنت عم تقوله بدك تغير بس فيه نفس الوقت بتيأسه شو هالليدرشيب العظيمة شو هالليدرشيب العظيمة اللي مخباية ورا العالم اللي ما بتقولها للعالم لأ هون صح وهون غلط لا هيك لازم ينحكى وهيك لازم ينعمل طب شو مفهوم الليدرشيب لا الليدرشيب بالنسبة لحدا فنان وعنده اطلاع ليدرشيب باي اجزامبل انت نزل قدامهم أنا بقولك ولا ما شفت ولا واحد أكل كف أو أكل حجر من الشبيب اللي بضل على مش عم بيحكي عن العالم عن المواطنين عم بحكي عن الفيجرز اللي عم تحكي ما شفت واحد واقف هايكي بشي مظاهرة وأكل حجر أو كف أو أكله قملة دخانية ما شفتهم كتير يعني سوري يعني ما شفتهم ما شفت حدا مش هو مع أنه صار يعني صار معارك يعني بأحد تويتيتك رودني حطيت فيديو وكتبت فيه لهذا يستهدفون المرافق أو شوفوا شي من هالنوع لا هيدا هيدا فيديو هيدا فيديو انتشر بكتر على السوشيال ميديا بس دوكومنتر الإسرائيلية عاملينه يعني صح واني ما كتير يعني شرحين أنه هلأ نزل مش من زمان يعني وعم بيقولوا عن الخط المرافق لا هيدا قصت أنه أنه المرفق حادث هيدا ما بتقطع يعني ما بتقطع بعقل حدا لأنه ولا ممكن ولا ممكن ما يكون مفتعل هيدا ولا ممكن والتركيز إن كان الإعلامي أو السياسيين اللي عم يحكوا أو أنه هيدا إهمال هيدا تجهيل للهدف الأساسي وفي منهم نوقعوا فيها كمان أنه أنت بس عم تركز على الإهمال أزقف أنه أنت عم تأكد أنه هيدا حادث هلأ أنا كسيناريست أول شي بفكر فيه أنه يخي أنه يخي مين فجر هل الشخص اللي كان عم يلحب أولك ما ليسمعتم من الخبرة وقريت عن الموضوع شوي من خبرة بس يعني كيميائيين أنه طيب يخي هيدا بده ديتوناتور يعني بده شي فجره بده صاعي تمام سو هيدا الصاعي أوكا مين فجر هالمهم بالتحقيق مش إذا مين أهمل لأنه الإهمال كمان تواطق بيصير إذا فيه مين فجر بيبطل لسة إهمال من هك كارثة ببطل الإهمال طبعا ما أنه إهمال هيدا هيدا تواطق كيف لا كان هيدا تواطق بعدين ما فينا نعمل مثل 2005 أنه نوقف التحقيق عند المسؤولين الأمنيين يعني ظلموا بالآخر هونيكي ما طلع ما عليهم شي صح وطولي بتعويض عليهم 200% أنه طلع آخر شي ما منعرف مين أنه قعد طلقت كم ضابط أوكي هلأ هول مزنبين يعني هلأ طلعوا العسكر مزنبين بالدولة اللبنانية أنه ما تروك تحت أنه 2700 تون ويقال أنه مش 2700 تون لأنه لو الحجم مظبوط الانفجار هالقد ما كان بقى شي هو أنا اللي قريته وتأكدت منه أنه خبير روسي بيقول هني 300 تون والخبير الـ F.I.I. بيقول 270 تون وتشيز أنه آه يعني عايب الواحد يقولها ما راح كنا عم نحكيها أنا وشاب صديقي يعني أنه طلع أنه الفساد مخلص كل شي في عالم لأنه سرقا يعني مثل أنه شغلة ما فينا نقولها كمان يعني أنا كنت بالرينج طبع الانفجار يعني ما صار علي شي يعني ما علي عيني أحكي بس أنه الفكرة أنه أنا كنت بالسيارة على جسران طليلس يعني أوكي بيقول لك التدخين يقتول لأن التدخين زمتنا لأنه وقفنا نشتري على البدخان لو ما كنا وصلنا على الفورم كنا رايحين على بادارو يعني كنا وصلنا على بس الفكرة أنه شي بدحك يعني شي بدحك أنه ما كمان العالم في عنده وجهة نظر أنه في عنده وجهة نظر بس كمان أنا اللي 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 رايح بيته يعني أنا عندي تحت يمكن شي ألف صديق مش صاحب بس يعني أنا المنطقة كنت مفل منها يعني ما كنت مفل منها أنا لاتلي ما بقى يعني يعني هي الديسينيشن طبعي بس قبل أنه لا اللي رايح هيدا اللي عم يحكي تحت رايح بيته أو رايح خيه أو عنده طيلة أو شي يحكي اللي بده إيه بس في ناس في أوصياء كأنه على شو بدون يحكوا عن العالم سوري أنه هيدا استهداف لكل شرائح الشعب اللبناني في شي ما حدا من تبهله أنه هيدا المنطقة استهدافها الاجتماعي كتير مهم يعني هي فيها هيدا المنطقة بتجمع كل اللبنانيين من جميع الطوايف من جميع الأجناس كمان يعني تحت منطقة تواصل مظبوط اجتماعي بس بشري مش تواصل اجتماعي أنه يا أهالي الجميزة والأشرفية وبيروت ما تبيعوا بيوتكن لا بيضروري بيكون من ضمن المخطط برأيك بأنه نعزل مناطق بكاملة ونشيل مننا الناس ونخضيها يعني عادة أنا سينفاج مش بس سينفيل سواءاتا بالأفلان لما بيحكوا عن الكمبليات بيحكوا عن المكايد وكذا بيطلع آخر شيء علاقة الريل استايت وشركات الأدوية أوقات يعني مش هون بس بس هون أنه ممكن كتير لأنه هيدا قصة أنه الأهراءات بقى نعمرون لما طلعت هيا الخبرية أنه بدوا نعمرون عن جديد وكذا وأنه تخزين هيدا حد الأهراءات يعني فيها تكون الشغلة بهال إجرام التافه يعني أنه آه منطلع الانفجار بيهبطوا الأهراءات منعمرون عن جديد والغضاء أنه ما بيعرفوا هالقد الكمية أنا ما بدي سفيه الموضوع لأنه أنا بعتقد أنه أهم من هيك بكتير يعني قصة تدمير المرفق وتدمير المديني هيدا الشكل وبعدين تحرك بعض الناس أنه ليشتروا وعقاراته ومدري شوي يعني هيدا كمان فيه أكتر من هيك وإذا بديك ترائبي بالسياسة بس أنا ماني بموضع الاتهام يعني إذا تسمعي أول ثلاث أربع تصريح طلعوا ومن الناس اللي طلعوا منهم يعني بتقولي لا أكيد ما فيها براءة أبدا هيدا الشغلة مانا بريئة لأنه كيف عرفوا بعد ثلاث ثواني أنه دغري طلعت أنه أول شيء طيارة هيدا بأمل لحظة مفرقات هيدا بأمل لحظة مفرقات هيدا بخزانين معهم يعني هيدا يلا تكدنا منها أنه بخزانين بس لا أنه كيف طلعت أنه مخزن سلاح أنه بعد ثلاث ثواني مخزن سلاح وطيارة وصاروخ إسرائيلة وطيارة وصاروخ ومدرشوك لا والأفلام اللي تركبت كمان بس أنه العالم بدها تنسى لا ما فينا ننسى مفروض كمان اللي طلع وشرح أنه هيدا فيلم أصلي ما شفت فيديو أنا لأننا شغلتنا منعرف أنه هيدا ما فيك تعرف هيدا لأنه فيلم مضبوط أو لا لأنه على يعني بالسي جي آي بتعمل عجائب صحيح بس اللي طلع وحكي عن الـ مفروض يتلاحق يعني كيف هيدا تشويه للتحيي قبل ما يبلش بس هيدا تشويه للتحيي الأساسي طبعا وكيف يعني كمان يعني وين صرنا كمان عايب علينا يعني في شي عم بصير هلا أنا ما بستغربوا يعني مثلا أنا هيدا الانفجار ما اتفجعت فيه هيدا شي خطير لا لأنه إذا 30 سنة فساد وبدأتفاجأ أنه يصير هيك شي معناتها أنا مش عايش بالبلد أنا عايش بالله تراكمات الفساد وصلتنا لها كيف لا كان لش تراكمات الفساد تراكمات الفساد اللي وصلتنا لهون أحزا ولا هيدا العهد مثل ما الكل عم يتهم والبوبليك فيجرز يلي عم يتركوا العهد ويلي عم بيطلعوا على السوشال ميديا ووما كان يتهموا هل العماد ميشال عون وعهده بيتحملوا كل هيدا الشي يعني تراكمات 30 سنة ويلي صلاحيات الرئيس بطلت موجودة من ورق اتفاق الطائفي بتتحمل هيدا الشي لك شو ما بده حدا يدفع عنه لا أكيد نحنا مش بمعرض الدفاع عنه تمام نحنا مش بمعرض الدفاع كمان بس أنا بدي أقول شغلة بسيطة أوكي 30 سنة فساد وده لخمسين قتيل من الجيش اللبناني بيعرسال أوكي وبعبره 30 سنة فساد وده لكذا حرب من بعد 2005 خصوصا تمام سواء ما في يقول انه والله هيدا الفساد محصور هلأ بهيدا الزمان تبعه مش معناته انه انتهى الفساد لا ما انتهى رموزهم موجودين رموزهم موجودين واحد بده يشوي الحقيقة وهو بيعرفها أنا هودل عندي مشكلة معهم انه انت بتعرف الحقيقة انت بتعرف مثلا يعني ما فيك تيجي تقول له لمواطن لمواطن عمره 20 سنة انه شو صار سنة التسعين ما رح يفهمه هيدا وما رح يقرأ عنه صح لانه نحن بعيد عن القرارة ما رح يفهم بوقتها شو صار انه هيدا حكم الميليشيات بعد التسعين لهم بوصل اوكي خلينا نفصل كذا شغلة الصور اوكي هني ضد الأحزاب اوكي على راسي وعين تاني اكتر حدا فاعل على الأرض هو الحزب الشيوعي اللي عندي كتير أصحاب فيه هنا هل هو ثائر من تاريخه لا مش بختلفين بس انه انه اول شي ما فيك تقول انت ضد الأحزاب صح بينضاف على تاريخي قبلك ومنكفي الوطن باقي ثمان الدولة اوكي الدولة بلشت تصيب ليه الدولة يعني انت صح يعني انت المواطن هو الدولة دولة مريتك شو نعمل هلا بكل هيدا الحركة شو صار شو صار الناس اللي دعموهن اعلاميا هن الفشلون هلا بهيدي الريساس المعمولة مفروض ينعمل اعادة نظر مظبوطة لانه انا كمان ما بدي اياهن يفشله اذا هو عم بيطالب بمحاربة الفساد انا بتحمل منه مثبات هلا مستعد اتحمل منه مثبات بس بدي يوصل ولما يوصل ما رح يلاقي احدا معه غيري رح يلاقيني عاطلم ما رح يلاقيني ما رح يلاقي احدا غيري معه لانه بالاخير ما فيك تقبل اشياء انت عم تصير معك وتجي تقنعني انه قلت لي نزال معي يا حبيبي انا في شغلات ما فيها عملها بالحياة خليني اقليك ايها بيرواء عم بحجي معك تفضل بس لا الفكرة هايدي شغلي كتير ضرورية كتير ضرورية تنقل يعني ما بتقطع هايدي هايدي ما بتقطع مواطن مواطن بيوقف بيقله للعسكري انا بتفعلك مع عشك انا عم بتفعلك مع عشك انا بدي اقلهم مين العسكري ومين ابن العسكري يا مادام يا مسيو حضرتك شو بتشتغيل استاذ مدرسة تمام العسكري حاطت ولاده عندك بالمدرسة العسكري بيتفعلك مع عشك بس هو بيموت عنك يا مسيو يا مادام انت شو بتعمل فاتح دكان العسكري بيتعمي ولاده عم يتفعلك مع عشك بس عم يموت عنك انت ما عم تموت عنه هيدا اللي كانوا حاكمين من سنت تسعين لهلأ كم مرة قال هن بدون يعملوا دولة وبدون بدون الجيش يحمي لبنان تمام كم مرة ما عطيتوه الزودة للجيش كم مرة قدتوا صرفوا على العسكري لما بتنقصوه من مخصصاته بالحكمة بالطبابة والتعليم انتو شو بتكونوا عم تعملوا بتكونوا بدكن تبدوا دولة بتكون تبنوا جيش هيدا الديماجوجي بالسياسة وهيدا العالم اللي لازم تعرفها وبستحي انا وعفوا على الكلمة انا ما بحياتي بتوجه لرجل لابس بدلة عسكرية بدلة عسكرية شو مكان لابس القوى العمنية نفس الوقت بتاني ايد في شي مش معقول كمان عم بيصير انه المواطن عم بيشيل رمل والدرك يواقف عم يلعب بالسلولار هيدا مش مقبولة هيدا مفروض يتعقب صحيح هيدا مش مقبول هيدا بتصير باقلات فردية لا مش اقلات فردية انت ممنوع شو الاوامر طبعه لا مش مظبوط هيدا كمان واقف عم يلعب بالسلولار والعالم عم تنظف انت لحالك انا لما كنت بالتجنيد ما فيه قبل على حالي يعني ما كنت لا بيحمل سلولار لشي كنت بيحمل رافش وبيشتغل مع العالم بدون ما يكون عندي امر بس كمان العسكرية مواطن ومشكلتنا ببناء المواطن لانه مش كل واحد حامل تذكره كمان مواطن المواطنة هي لا المواطنة انك تشتغل لبلادك انه اذا ما في زيح ما بتكسر على حدك وتسبله انه بتاعتي اشارة على المفرق هل الشعب فاسد اكتر من السياسيين مش قصة فاسد او مش فاسد هي هلا يعني بيمارس هيد الاشياء نحن عم نحكي عن الفساد ما هيك بس انا بيمرقبتي للموضوع الكامل اكتشفت انه في مشكلة عندنا اجتماعية اكبر كتير من هيك المواطن حامل زنب هو شو عامل انت مين انتخبت يا حبيبي بهوض العشرين سنة ما فيك تجي تكب على مواطن غيرك مسئوليتك انت مسئول ما فيك هلا تقول الفعل الندامة انه انا والله انتخبت وما عملولي شيء وابضت نو انتخبت وما عملولي شيء ابضت بيجي بعدان لا فيه ناس انتخبت اوكي لك شو بيقول بيرتول برشت بيقول المواطن اللي ما بيفهم بالسياسة ما رح يعرف بحياته لاي فيه بروستيوشن ولاي فيه فقر ولاي فيه شحاد واقف على الطريق ما رح يفهم بحياته لكان الوعي بيبلش بالتسقيف الذاتي قلنا احنا شو عم ندفع هلا حق شو حق الادع وقلت السقافة يعني عفوا هودة اللي احنا نسميهم يعني في منهم كمان اصحابنا اوكي بلا ما نقول هودة اصحابنا تمام انت عندك مسئولية تطلع لما تحكي على الاعلان مالنا قصة شخصية اذا بدك تعمل شغلك اعمله على السكت وبيقول شيك سبير لا تحكي تمام بس هلا اللي عم بيصير بالسياسة لما بدك تاخد من حدا بدك تردله ولبنان هالقد وكلنا عم نعرف بعضنا المواطني مش هاك الوطن مش هاك انا ما بهين مواطن واقف على الطريق عم بيطالب بحقوقه ما بهينه اذا عم بيطالب بحقوقه وعم يحكي وفي ناس بتعرف تحكي وفي ناس كانت توقفي تحت وصادقة طيب ويالي كسر بيروت ودمر الدنيا وكسر المتلكات العامة والقصة لا اذا شواء خليني هذا تركيز على المحل الغلط مظاهرة اوكي في تكسير سوري شركة سوليدير هي شركة مخالفة للانون اذا نزل مواطن واعي عم بيكسر شركة سوليدير لح أطيك مثل هد البال هد البال على رأسي وعينتين لا ما فيكم مقلوا علاقة ما فيكم مقلوا علاقة كان فيه ما يفتح تحت لا بس هيك كتير عم ننتم لا 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 أبدا هيدا فعل مقاوم انا ما عمقول للعالم تنزل تكسر انا ما بكسر اكيد بس المبدأ العام انه هي شركة مخالفة للانون ظالمة لللبنانيين اللي كانوا ملاكة بساحة البرج اوكي هيدا مواطن واعي عارف انه عم بيصيب بس وين اللي توعيه لما يحكي مع مواطن تاني هو بده صوته بالانتخابات اللي بالدولة اللي هو بده يعملها وعم بيقله انه انا بدي يلغيك في خطر هوني انت عم تلغي هيدا حرب إلغاء على الرأي الاخر يعني انت باي دولة اللي عم تبشرني بعدين بالدولة اللي بتلغي رأي الاخر هيدا واحد هيدا موريسي تكتير على حزب معين بهيدا الفترة طبعا من اول نهار مش على حزب معين على حزبان معينين وبدلك عليهم بالزبط لانه كان يعني انه انا بتلاقي انا عندي كثير اصحاب يعني طبيعي سوبر اصحاب يعني وتحت هنه بس انا اصحابي كمان من النوع الواعي اللي بطلوا عم ينزلوا هل فعلا هي اول ثلاث اربعة ايام ممكن انا انا وبعدين اراحب ابدا 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 توقيت تبعا ابدا توقيته هو من الناس اللي بيّنوا بعدين اللي هن من الاحزاب هن اللي وقتوا بسبتعاش تشرين مش الناس وقتتها لانه الناس كمان ما فيها تنسى اي وزير قالوا لا اي وزير حط ست دولار على الواتساب صح وبقوم هداك بحط ست دولار على الواتساب هل هي مكانت بس الواتساب هي كانت الشرارة اللي ولعت مانا شرارة بريئة لا حبيبتي نحنا بلبنان مانا شرارة بريئة مانا ما فيها براءة هيدا هيدا معروف ليش الحرائق طيب قبل بيومين من الست دولار صح تمام اذا بديك تشوفي الأحداث ما ضربت شو ضربت هيدا كله مفتعل هيدا هيدا أحداث مفتعل هيدا هيدا أحداث مفتعل المعروفين يعني انه هيتوا بيدرسوها بجمعات يعني عم بيقول كل شي مفتعل بالبلد وكله مدروس وكله هيك ونحنا لأ شعب تحركنا عفويا شعب تعبنا ابدا ما بيقولوا هيك لانه بيعرفوني كتير منيح بيعرفوا بقى كمان العالم اللي بتعرفني اعتيت البرسونال بيعرفوا مين انا يعني انا مني من لاك ما عندي اراضي ما عني ابن باك تمام تمام البانك بيعرف قديش ما عندي عندي فيه تمام ومعروف وين بصرفهم مزريتي يعني هلا أصحابي بيكونوا عم يضحكوا صلاح بعد قيلوه عليا صلاح بعد قيلوه عليا م lit بتشتري راقي اللي بدي قولو مش هون لأ أنا بد أقول حدا بيشتر رأيك. بس هلأ على السوشيل ميديا بتطلع الوضوء. ما بهمني أصلا على السوشيل ميديا. خليني قلت لك شغلة. خليني قلت لك شغلة. الواحد هلأ بوقت مسئولية هلأ. ما بهمني أنا شو رأي فلان في أو مدري شو. أصلا أنا ما بسأل حدا رأيه فيي. يعني سلوكي مش معرض أبدا للنقد. ولا مرة كان موضوع نقد لحده. سلوكي أنا بعرفه. إذا مخالف للأنون. لأنون بيحسدني وبس. اللي بدي يقوله أكتر من هيك. أنا المواطنين البالطريق أنا بدي نجحهم. أنا ما بقبل يكون تلميزي بالجامعة هلأد محقون. وناس عم تلعب فيه. وهو بده شي ضدهم. بس عم يعملوا له غسل دماغ. ما عم يعملوا له غسل دماغ. مش قصة غسل دماغ. يمكن ما يقدروا يعملوا له غسل دماغ. عم يخدوه على محلات لأنه هو ما عنده هادي الخبرة. ما عنده هدا. ما عنده خبرة بالسياسة اللبنانية. ما عم يعرف كمان مع مين عم يتعامل. يعني أنت ما فيك تقبل شي بنهار معين أنه واصلا فلان عم بسكر الطريق معنا معلش نستفيد منه. العكس بيصير. أعتق منك هو. أقوى منك هو. هو بيستفاد منك. هو بياخدك على المحلية. مين؟ لش مين اللي فشل؟ أنا رح أعطيكي مثل أمثال بسيطة هلا. وأمثال صارت وكلها عالم شفتها. شي أنا موتني من الضحك. تمام؟ قاعد على التلفزيون يقول لسيس سيس أنا عم بحضر إنه شول مظاهرة النازلة. بشوف مسيو روبير فاضل. يعني اللي هو بيملك صاحب الأباسة. ما عندي مشكلة أنا. إنه الصورة مش يمنى صورة كلاس سوسيال يعني. يعني. ماشي الحال إنه كل كمان الإغنية كمان إنه عادة. في ناس تشتغل تكون معها مصاري. بس ينزل مسيو روبير فاضل ويقول هايدي صورة جيع. أنا وقاعد على التلفزيون. قلت آه. هلا أنا برجوازي لأنه وقاعد بالبيت وهو بروليتاريا. وهو جوعان. لا هو بروليتاريا. طلعت أنا برجوازي وهو بروليتاريا لأنه هو بالشارع. ما كمان هيده. هذا يلي حكيت عنه أنه يلي ما نزل على الأرض أنه أنت منك عايز ما بك شيء. أنت عم تدافع عن زعيمك. ما. ما. بذات الوقت كان في كتير تنقضات بهيدا الموضوع. أنا ما بفوض بهيدا الديبيت. أنه زعيمك ومش زعيمك. وهيدا الحديث الكمان اللا اخلاقي. يعني. وأنا كتبت مرة الثورة اللا اخلاقية تقضي على ذاتها. طبعا. تقضي على ذاتها. بس هلأ فيه وقت فيه رساس. ومن بعد هيدا الحادث الضخم. كل ثورة لا اخلاقية تدمر ذاتها. طبعا. طبعا. أوكي. بس الفكرة. الفكرة أنه هلأ بعد هيدا الحدث العظيم. أوكي. مفروض. ينقل نقل نوعية. ما بق فيك تكفي بالطريقة ذاتها. لأنه على الأكيد في شي ما فيك تعمله. شغل تايم ما فيك تعمله. وراح قول اهم شغلي. يعني كل اللي عم بيطالبه بنزع سلاح حزب الله. أوكي. على رأسي مع عين تاني. صدله. كيف? قل لي كيف? بحركات المقاومة بالعالم اللي بيقرأ شوية تاريخ. بيعرف انه هلأ حزب الله صار له من سنة اتنينة وتمانين. بعد ما وصل للأبو جيه تبعه ولا يبلش. ينزل. يقفل. لما نقول ينزل. أوكي. ما بلش يقفل. القفول يعني. تمام. صح. يغيب ضوه يعني. يغيب وهجه. بعد ما وصل للأبو جيه. تمام. يعني أنا بتطمن الجميع. النسلاح حزب الله باقي أكتر من ثلاثين سنة. أوكي. ومش عم بحكي عن معلومات. ما عندي معلومات. أنا عم بس انه موازين اللي هيك بتقول. هيدا الموضوع انه. والمطالبة بالحياد بهيدا الفترة. تضيع وقت هيدا. تضيع وقت ولا بفكر فيه أنا. تضيع وقت هيدا. هذا تضيع وقت هيدا. سوريا هيدا. تضيع وقت. ما متشوف ردني انه في شريحة من الناس خايفة من هيدا سلاح بركة. او بتعتبره معقول يتوجه ضدها. او بتعتبر انه معقول يصير في حيالة مناوشات ببيروت في طرف اقوى من طرف. اه انه هو لازم يكون في تعادل يعني لنعمل حرب اهلية. هيدا سوريا. هل يلي عم بيطالب بنزع الاسلاح هدفه الوصول الى حرب اهلية كمان. اه انا ما بيأكيد. اذا قادر بيعملها يعني ما بفكروا فيها مرتين. لك شو بالحرب الاهلية. الزعمات اللي هي هلأ كان بعدين هي بنات البنات الدولة بعد تسعين. بنات الدولة بعد تسعين. اكتر شي كانوا مبسطين بالحرب. ما كان بدون. ما كان بدون حل سلم. ما كان بدون حل. منه كل واحد قاعد منطقته كله تمام ماشي الحال ومسيطر على البنات اللي. واحد عامل زعيم على منطقة. تمام. اوكي. شو بعد الحرب. قال هن زيتون. اه نعمل قانون عفو. اوكي. حلو كتير. قانون عفو. اه. والعالم الماتيت. هيدا بأحدى المؤمنات. انا هيدا اللي بدي. انا هيدا. لازم يعتذر يلي قتل ناس. ويلي قتل باش لبنانة. لازم يعتذر. مش بس اكتر اكتر من هك. شو يعتذر هيدا. الحرب الاهلية بعد الحرب الاهلية. بمشوا الحال. في ناس بتتحسب. في ناس بتعمل مع العالم. مع الناس. ما فيه هيك. اه شي بموت منضحك. بعد في ناس مهجرين في سنة الالفان وعشرين. في وزارة للمهجرين. بعد في ناس بترجعها بيوتا. شو كيف يعني. وبقرار سياسة ما منع ترجعها بيوتا. مش مختلفين كيف بشو اي قرار. انه خديها انت هيك بالممطق البسيط للامور. انه في وزارة مهجرين بعد. ثلاثين سنة على قد. اوكي. من توقف الحرب. هيدا لحاله. هيدا لحاله جريمة. هيدا لحاله جريمة. في اشي بتموت من الضحك. يعني في شي على رغم المقساد. في شي بيضحي. في شي عبسي يعني عم بصير. انه بيطلع. تطلع الاحزاب. في ناس من الاحزاب. بيطلعوا بيحكوا. قال بيلغاء الطائفية السياسية. ولخي في عندك واحد معك بالحزب من غير طايفة. الدولة المدنية. لأ. انه مثلا معك واحد بحزبك. في واحد من غير طايفة. واحد. سمي لي ايه. بس انت كردني حداد ما بتشوفوا. هيدا الحل المثالي. بالدولة المدنية. بحكي عنها. خليني ايه. ايه. هو الحديث اوكي. دولة المدنية. بس انا بتشوف بالتعهدو دي الطائفية سقافة. صح. يعني انا بقرأ عمر الخطاب. مثل ما بقرأ الشيخ عبدالله العليلي. مثل ما بقرأ علي بن ابي طالب بنهج البلاغة. مثل ما بقرأ مخيل النعيمة وسعيد عقل. يعني ما عندي مشكل. مثل ما بقرأ رسائل الحكمة. عند سيوف لبنان الدروز. بس انا كمان. انا شو عم يقله. اذا انا سيوف لبنان عم ينتخبه وليد باك جنبلات. تمام. صح. اوكي. انا شو بيجي بقله له المواطن. انا بدي احكي مع المواطن. لما يبطل ينتخبه. فيي انا ساعته غير. هل رح نوصل لهالمرحلة برأيك. اكيد شو هي الثورة بخمس دقايق. شو هي خمس دقايق. يعني انا بدي غير. انا صار لي بحكي بها الموضوع يعني. موجودين كلهم على الانترنت. ما بعرف انا ما بحطهم يعني. بس انه مرة عم بفتش ليتهم. عكيد. ووقتها بتعمل اللي مشاش بتلاقي. ما ولا مرة بحياتي تحت الاحتلال. وبرات الاحتلال. وفوق الاحتلال. ما بحكي الا بالفساد. والله هلأ انا قربت اسكت لانه حصيت انه باي معنى. انه اذا بنا نحكي بهاد طريقة بالتغيير ما رح يصير تغيير. نحن رايحين ع غير محل. رايحين على الفوضى. رايحين على الفوضى. هل هي هل المطلوب هو الفوضى? اكيد المطلوب هو الفوضى. اكيد هو المطلوب. ما فيك انت ما فيك. باجاندات خارجية. ما فيك تشيلي من الاعتبار انه في معادلة ردع بين لبنان واسرائيل. رح ينعمل شو ما كان. ومش عم تهم العالم بالعمالة. اوكي? بس اكيد في عمالة بلبنان يعني. على الاكيد ميتان بالمية. وقال لا ما بتكون مخروع ما هي. مثل ما بيقول المطل خوانية الداخل هني افزع بكتير من اعداء الخارج. دايما. دايما. بس قصدي انا انه اكيد يعني انه هاي ده قصة التخوين والعمالة. انا مش هيك بحكي. يعني ما بخون. ما مش مطلوب حدا يخوين حدا. بس في فاكت. بس في وقاية. لا في فاكت. في ناس بلسانهم. عم يحكوا. بلسانهم. في مواطنة انا ببتلي شعر بدني. ما قدرت يعني. ما قدرت يعني. بعدني الهلا ما بنسيها. قالت له ان شاء الله بيجي الجيش الاسرائييني يحميني يحميني منك. للعسكر يا عم تقوله. طب هيدا سقافة انسان. هيدا. هيدا شو بتفحصها؟ هيا المواطنة ضحية. ضحية شو؟ ضحية. رح قالك عمره عشرين سنة. ضحية اللي عم بيعلمها شو عم بيعلمها. ضحية الحزب الماشي معه شو عم بيقلها. هيدا اللي بدون يشغل معه. هيدا الناس اللي بدون يحكي معه. لانه هيدا مش مزين بها هلا. نفكرة عم تحكي شي مزبوط. طب ردني انت بتقول انه الحل الوحيد للفساد بلبنان هو تسليم السلطة للمؤسسة العسكرية. وتحط ايضا على جميع مؤسسات الدولة وتلاحق المواطنين. هل انت مع حكومة عسكرية؟ انا على اكيد. دير البلد. على اكيد. بس هيدا بطلت من صلاحيات الرئيس هلأ انه يعمل حكومة عسكرية او يعلن حال طوارئ. بده مجلس وزراء مجتمعا من بعد الطوارئ. مش مهم انا ازا بيضغط الشارع بهيدا الاتجاه انا اول واحد كنت. بس هل رح يضغط الشارع بهيدا الاتجاه. ممكن. ممكن. ما زل عم نقل له للعسكرية انا هلأ مع خليط الاحزاب اللي عم ينزلوا متنكرين بالثورة ووقفين ورا العالم وعم يدفشوهم لحتى يكونوا هني واجهة يعني هني البوك امي سار هني اللي بيتضحى فيهم قدامهم. اوكي? لا ما رح يصير هيك. لانه بيحكوك بحريت التعبير. قال از اف انه العسكر ايه مش هو الحامي حريت التعبير. يعني از اف هيدا حريت التعبير ولا حريت الشتيمة يعني. هلا هلا بليك. لا لا حريت التعبير نحنا انا بالمفهوم طبعي هي لحريت التعبير. دع حريت تعبير غير شي هيدو. حريت تعبير غير الشتائم. شتائم مخالفة للانون. صح. بس هي مو عم نفرق هيدا مشكلة. حريت التعبير بفرنسا مين بيحميها? الجيش الفرنسي. انت كاتي بشي كمان بهيدا الموضوع. الجيش الفرنسي. الكن لدي جيش الفرنسي. الكني جيش الفرنسي. لكن هيدا كرمال مكرون. المشكلة. اللو لا انا كرمال وقلو انا عم بحكي الليباني لان عم بحكي عنو ايه. انو هونيك ما بحكي معو. او لا گحو. ما بقدر يمشي براحتوا معو. انو جايه انطلبوا منو. لانو شفت اتناس ان جيش الفرنسي. هذا يعمل لك الأبسوردية بالبوليتيك العالمية لأنه مرض العالم والفساد مرض العالم مش مرض لبناني مش مرض لبناني أنا بس بدي أقول شغلي هذا كله ما بوصل لنتيجة الصوته عالي مش معناته معه حق هذا واحد صريح الثاني اللي بدي أقوله أنه تجرب يتقبل انصرف مصاري فيه إنكمبتنس ليبناز يعني الناس اللي عم نصرف عليهم مصاري اللي يعملوا الحملات الدعائية مدرشو ضد مدرشو برهنوا عن قلة كفائتهم قبل بمرة سوى المصاري رح تخلص أنا بقول للي عم بيمول مبسوط أنا أنه رح يفوت يمكن على لبنان قريطة بشي محل 800 مليون دولار جيبوهن للمصريات معلش يصرفوهن هون حتى لو عم بتصبوا الناس مش لازم تصبوهن ما بأسر جيبوا المصريات عايزينهم أنا كتير براجماتيك بهذا الموضوع ما في مش كلمة إلى حل ما في مش كلمة إلى حل بس الحال يمكن طول كتير بالنسبة ل لا ما طول أبدا بالعكس يعني طول بعدها ببيدياتها أنت برأيك أنا سمعت حدا عم بقول أقل بدنا نرجع مثل ما كنا قلت له له أنه ملمش كلي كيف كنا يعني الدولار بـ 1500 هو إيمته الفعلية مثل ما هو هلأ هو تثبيت سعر الصرف بهذا الطريق يمكن كان الكارثة سمعت كمان نايب عم يحكي قال هو ما بدو يزرع أنا مين قالك تزرع بس الفكرة أنه لما بيطلع من نايب هيدا الحكي بتقولي أنه نحن شو عم يحكي هيدا نايب ورح قللك لي رح قللك لي بلد سبعين بالمئة من الأراضي طبعه زراعية قال هو مش بلد لا قال هو مش بلد زراعي نحن بلد خدمات طيب مش شينيها هيدا شركة أرلاق واحدة بفرنسا أوكي خلي راجعوا لا يعرفوا شو شيفر دفار طبع أعمال الزراعية اللي بتبيعك بروداكت اللي هي أنه بيهلأ بالكورونا ما تأثرت أرباحها بالعكس زادت يعني لما يكون عندك زراعة عندك مصدر كتير مهم للبقاء مش أنه زراعة أنه تزرع مسكبة مسكبة بقدونس يعني مش هي المقصود فيها هيدا الزراعة بس لما أنا بطلع على البقاء الغربي من محل ما أنا وبطلع أنا كنت لما نروح على الصيد الصبح يعني من أنا وعمري أربعة سنين كنت وقع صوت تركتورات الفلاحين نزلين وكلهم يبقوا أسادزة مدرسة بالشتة ومدرسة وياخدوا أرض ياخدوا أرض ويزرعوها هلأ ما بقى فيه ولا مزارع والضايعة كلها سوا تمام هيدا مع الوقت على مدى ثلاثين سنين هيدا الاقتصاد المنتج والاقتصاد الرايع 200% مش اقتصاد بعد فيه شيء أضرب من الاقتصاد الرايع يعني روتشيلد بيقول أنا رح أعطيكم رح أخذ لكم مصرياتكم ورجع ضيينكم إياهون لأنه حطيت عميل اللي قالنا بوزارة المالية أوكي مش أنا إيلة هدي هو إيلة صح تمام نحن منهم نبلش بس أنا إذا بدي بلش بالمحاسبة أنا بلك لنا ينبلش أول شيء حاسب وزارة السقافة والتربية والتعليم العالي هل بتطمح تكون وزير أبدا 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 ما شغلت أنا أو بتحب يعني أنه تكون برك شيء بدك تحسنه عبالك تكون وزير لحتى تحسنه ما شغلت أبدا ما شغلت أنا شغلت ومش فاضي أتفضيلها ولا ممكن ولا ممكن ما شغلت الوزير يشتغل شغله بس الوزير يشتغل شغله هلأ نحن عشية استيشارات حكومية ما مين بتتوقع يش رئيس حكومة لا دخيلك ما بدأتوقع لأن الفكرة مش هون لا لا مش هي توقع نعم نعمل نعمل توقع أنا غطع قلبي لما سمعت حكومة وحدة بطنية غطع علمي شو فيه تكتم شديد هادي للمرة الأولى يمكن هلقات في تكتم قبل ما نطلع على الأسماء قبل وصول ما كنو عشية بكل الأحوال أنا بتصور أنه عندهم ريستريكشنز يعني ما بق فيهم يشتغلوا برات ريستريكشنز يعني ما في اللي بيفهم العقلية الأوروبية مضبوط بعرف أن الأوروبية ما بيعطيكي مصاري يعني ما راح يعطيكي مصاري هو بما أنه عارف أنه في فساد بيدينك مصاري وبيخدهم من المصاري اللي مجمدين عنده بالبنوكة سو هادي ريستريكشنز إذا بدو يصير هلأ حركة بدأت سير بها الطريقة بده تصير بات طريقة أكيد شو الأوروبية شو فرقاني مع وجهة بسعلك مصاري غوي لا أنلس أنه ما بديو ياخد البور تبعيك لا يحارب تركيا وهداك بديو ياخد البور تبعيك لما تعريب الصين ومدرشو هو دي كلهم واقع الصراع الأمريكي الفرنسي مبارح كان واضح بحديث السفيرة الأمريكية ما بفق أنه الفرنسيين يصطفلوا أنه عندهم أجاندتهم الخاصة بس العقوبات واقعة على شخصيات لبنانية مقربة من حزب الله شرف شرف لكل واحد بتعاقبوا الإدارة الأمريكية شرف كبير هدا وكل واحد ما نمعاقب من الإدارة الأمريكية يعني طهو مورد بالفساد على أكيد على أكيد كل واحد ما رح ينحط عليه حتى العقوبات هو مورد بالفساد رح ينحط عليه حتى العقوبات رح يكون معين عن الفساد عفوا كل واحد ينحط عليه حتى العقوبات مورد بالكرامة هايدي ورطة انه مورط بالكرامة كتير خطيرة عم تقولها اليوم وكتير شريعة هايدي حقيقة هايدي حقيقة لانه هنه انه قاعدين نحن ومنحكي انه امريكا معنا يعني في شي انا ما بنسايع بحياتي لما اجي تكون دوليسا رايس وقت حرب تموز وقت حرب تموز والقبولات الشهيرة والساندويشات الشهيرة تمام انا هيدا اكتر نهار بحس حالي مزلول فيه بحياتي وعن بيزلني رئيس حكومة مفروض رئيس حكومة لبنان يعني بيمثلني لما هو ما بيمثلني بشي يعني ولا مرة بس هو بالابسيرد مفروض هو بيمثلك طبعا لا مش بالابسيرد لما يجي حدا من برات لبنان صار هو بيمثلني صار هو بيمثلني تمام كوندوليسا رايز كوندوليسا رايز اوكي تمام اول وزيرة خارجية سودا وهلأ عمولة قصد هلأ بتتهم بالعنصرية معها لا اول نو ابدا تقول لبالك مش هون الفكرة نكمل ما وزيرة خارجية امريكا اول وزيرة خارجية سودا تمام شو عم بيصير هلأ بلاك لايفز ماتر هلأ في مشاكل كتابة عنصرية يعني سيستامة عنصرية تجاه مواطنينا جاية عم تشرح لنا على باب السراي بتقول لهم انه انتو ديمقراطية حديثة لقلة سقافة الخط الاحمر طبعا لقلة سقافة ما جاوبة على الموضوع انه حبيبتي الديمقراطية طالعا من هون مش من عندكن لأنه لقلة السقافة لأنه ما بيعرفوا انه مفهوم الجمهورية انه استاذه لابليتو كان من هون صلى فكرة المشكلة عندنا كل الوقت سقافية سقافية ما اجا حدا عنده سقافة كافية ليدير الدولة شو يعني انه انت تحطي دار السينما بمول هيدا شي بعيد عن السقافة كيف لك انت فايتي عم تشمري احد بطاطا مقلية وتفوتي بين الشوزات والتياب وبتجاب تحضري سينما لا وفايتي عم تحضري فيلم سيناء عم تعملي opening لفيلم سينما هيدا سقافة غريبة عن لبنان دور السينما كل عمران مش موجودة هون بعدين سيستام المولات وهيدا معمول بدول الخليج لدواعي بيئية اكتر يعني كمال الشوب لدواعي بيئية كمال الشوب كمال ميت شغلة وكمال ان العالم تروح على المول وهيدا أمرة كي تتفكير انه المول ومنروح كلنا على السينما أوكي بأوروبا لا السينما السينما نروح نعمل شوبينج ومناخل نحضر سيناء حتى لو انه في أمرة كي للفكر الأوروبي يعني عندنا نحنا قزمة كمان نلق بالأفلام يعني بالأفلام انه قال كتير المستوى الفكري لانه في في تسطيح للعقل البشري بالعالم هل هي لنا نحنا بلا انتاج سينماية فعلي لا لا في انتاج لا ما عمول هيك بس أنا بس أنا بلبنان أنا عم بسأل يعني كمشاهد لا بالعكس لا بالعكس في انتاج لا بالعكس ماشي الحال بلبنان ماشي الحال يعني في محاولات جدية أنا مش هل عمول وعم بحكي بالسياسة أكتر بس أنا بدي أحكي شوية فن بالآخر أنا وياك بديك يع على رأسي لا أنا مفكر جاي أحكي فن أصلا لا لا لاجناطي بعد كتير أسئلة انت في شقتيني بعد في كتير أسئلة لا انت في شقتيني الليلة في كلمة مرتقبة لفخمت الرئيس على الثمانية ونص وحوار تلفزيوني مع الإعلامة ريكاردو كرم عشية طبعا لبنان الكبير واحد أيلول 1920 شو بتتوقع بدو يقول فخمت الرئيس وشو بتتوقع يكون يعني نحنا دايما بنعرفه انه جبل ما منهم بحاجل لشهدتنا بس شو بهال أزمة اللي عم نمرق نحنا فيها وشو بتتوقع يتوجه ما بينخاف عليه ما بينخاف عليه بدي يقوله يعني كمان في ترند طالع مدرشو انه الرئيس وشو بيشتغل وشو بيعمل ومدرشو ولا أنا ما بتخيل حالي عمري خمسة وثمانين سنة والعمر كله انه فيه اشتغل عشرين ساعة بالنهار بس أنا بدي اطلب من اللي عم بيقول لأي دل كلمة كم ساعة هو بيشتغل ولا ايا ساعة بنام صح تمام وزا انتم مفكرين انه كل ما واحد مفخد دولابه انه بينزل ماكرون بيغير له خلق فيه بدك انت قرالك فيه يبدو تظاهرة تضامنا يعني مش تضامنا اعتراضا على حكي فخامة الرئيس دعيول على ثمانة ونص بس عند لأفيش لحتى ايه عم ضايع وقتهم باشي بلا طعمة يعني هيدا ما قلق طعمة هيدا شو بتفيد يعني هي شو بتفيد هيدا الحقيقة هلا قديني انه عشو عم يعترضوا يعني عم يعترضوا عكلمة ما سمعواها يعني ايه بدون يعترضوا قطل وقته صار حرق دوليب قبل كلمته نو بس انا اللي بدي يقوله انه مش كل ما ينفخد دولاب مواطن فرنسا ما بيأسر ما بأسر مش مهم مش موضوعنا ايه صح مش كل ما ينتخب ما ينفخد دولاب مواطن فرنسا بينزل ماكرون بيغير له مقاطعة كلمة ميشيل عون طي هيدا الموضوع الجديد انه منستعمل منشيل لقب فخامة ولقب لا يمشي مش قصة الفخامة ومنصور انه كل الناس حتى يعني هلأ عم ينشغل كتير على انه أو الوجوه الفنية متل حضرتك ومتل غير كتير ناس انه كلها صاري ضد الرئيس ومنبلش نحنا هيدا الحملة به انا لا انت مي لا لان انت مي نحنا نحكي عن فخامة الرئيس ما فهمت علي انا لا انت مي لا لا ولا شي ما علي علاقة بس انت شخص مشهور بس مع العلاقة انا مع مع سعيد عال بده يتفرد الواحد مش معنات اذا الببليك في جرز عم يقوله هيك معنات اصح ابدا ابدا لانه المشكلة السقفية مش همي بمش صح بس لطريقة التسويق الاعلامية اللي عم تنعمل اشوك فكرة لا بس هي طريقة تسويق يعني بتسفه صحابة يعني يعني بتسفه صحابة ما بتسفه الشخص اللي انت عم توجهينه بالشتيمة هيدا مفهوم الشتيمة قديش غريب عن سقفتنا وحضرتنا منه كتير غريب يا تسيمز هو عقيد موجود هو لا منه مخبه بس الفكرة انه استسهال استسهال انه واحد يحمل سليولار ويقول شو ما كان على السليولار وبتنتشر وهيدا مقصود هيدا متعمد بس كمان في ناس ما بيسترجوا يسبوهم الببليك فيجرز لما يقولوا كلهم يعني كلهم انا بتمنى على يسموهم بالاسم ويسبوهم واحد وحد ما يبدو الببليك فيجرز يمنون تابعين كمان لأحزاب معينة لا انا عايت اوكي مش كلهم تابعين لنفس الحزب طبعا كل واحد يفرجيني انه فيه يسب الحزب التاني يسب الشخصية من الحزب التاني فرجوني ياهو الشجاعة مش هون الشجاعة انك تضبط حالك وتقول الكلمة اللي لازم تنقل بطريقة انتو شو عم تربوا ولادكن انه يسبوكم بعدان هيدا سقافة الشتيمة اي لا ما هي مش مانا سقافة هيدا هيدا مقصود هيدا عم نعملها سقافة بس ان انا لما بعمل هيك قدام جيل جديد هيدا مقصود هيدا مقصود هيدا منو بري هيدا مقصود انه انا بقول عنك هيك يعني فيه سبك ساعة البد يعني فيه طيب اوكي بالاخير بعد في عنده سنتين الرئيس لا اخر تاكي بيظهر من القصر سنتين فيه مكونوا طوال على الناس اللي مش متحملين للفكرة بس هو باقي لا اخر تاكي تجربة قبل نا بس خلني كفي الفكرة اتفضل اكيد انا ما بحب قطع حدا بس ادمع بتحكي باسترسا في عندك كتير افكار بعد متعتلي صاب باقي بعد سنتين طيب ايجا رئيس انتو جبتو اوكي يعني انت عم تشريع لي حق انه انا سب الرئيس حتى لو كان من يمك بالاخير انت شو عم تهين تعم تهين الرئاسة انت هل بدك ايه انه تهين مقام الرئاسة وبعدين بدك تقنعني انك بك تبنيلي دولة انا براي انه هدا كله شهرين صعبين اوكي انتخابات الامريكية لا ابدو ان ابدو هادو شهرين ربطوا لا شهرين بكاتر نوفا ايه ممكن بس انه ما بدي اربطها مباشرة عم قول شهرين هلا صعبين وبيقطعوا لان لبناني طبعه بيزرق يعني بده شي غير رودني انت اول من كان مثل بفيلم دخان بلا نار يعني الوقتها كان كتير جريء بطرحه لمفهوم طبعا كان تحت الاحتلال السوري ووقتها عمله دور ناشط سياسة وقديش كان عندك بعد رؤية كان لك مشاركة بالكتابة ولا كانت لا ابدا ده سامير حبشي كتب سامير حبشي كتب واخرج طبعا قديش كن عنده بعد رؤية من باي سنة عمل هيدا لا هو الفيلم جدي بالطرحه اكيد في رؤية وحتى في رؤية للحدث اللي صار يعني من وين بلش كمان هو هيدا الاساس يعني انت من الليل يلي بتجرقوا يمصلوا هيدا ادوار بوقتها لا ما بتردد انا بهذا الموضوع ما تبعطى عرقه بخلص يعني نحنا كلنا تحت سقف الانون يعني برضو حتى يعني كيف تقلك يعني في ناس مش فهماني شو يعني امع وشو هين الامع انت عم تسبي مبدك ساعة لبدك متر شو امو بيلقطوك ثلاث ساعة وفلطوك الدرك انو مينموم هيدا مش امع هيدا امع امع لما ما كنا نسترجي نجيب سيرة لبنان كان ينرشع الحتاض الليل بالبوس ما نسترجي نحكي بالسياسة مش نوان نسترجي كنا نحكي بس اذا حكينا كنا نتبهضل يعني هيدا الامع مش الامع انو انو انا عم بطلع بحكي انو انو عم بيسقلوك بيقلك الدركة مثلا انو بيضيفو كهوة مدرشو بيقلك شو عايب تحكي هيك اوكي بعدين في شي في كونسانسوس بالمظاهرة انو انو انت عم تشبي احجار بك تتحمل بك تتحمل عصي يعني ما تجي تتبكبك هيدا اللعبة موجودة هاي يعني انا اذا بنزل على مظاهرة بتوقع ايه منكسرت ايدي بوقف وبمشي مش تقول انو هيدا قمع هاي اللعبة مارح صار في شي هيك عصيرة القمع استدعاء لبعض الناشطين بسبب منشور وزعوه بحق احد القضاة يعني اميش هيدا بعد مسموحة مسموحة بها الايام مسموحة عادة يعني مسموحة لانو لانو الفساد والافساد معشعش يعني مش مشكلة بس مانا مشكلة كمان اذا المنشور بخلف القانون ما عندي مشكل انا بدي كلنا عنا تكون تحت سقف القانون حتى اللي هن مسؤولين عن تطبيق القانون يكونوا تحت سقف القانون يعني القانون بخلصنا بنبلش من محل ما فيه تبلش مش من محل ما حدا فيه بلش مش من محل يعني انو منلغي كل شي ومنبلش عن جديد اوكي تسألي سؤال تاني بطلع ما بيعرف في ناس انا عم شوفها مثلا شفتها ثلاث مرات على التلفزيون معها تقالت فكرة جديدة زو شو بتعمل بعدين اذا بك تشتغل بالسياسة شو بتعمل بعدين ماشي هلا اذا بدنا نطبق رجعنا شراب نقطة للحروة اذا بدنا نطبق اللي عم نحكيه بالسياسة على الفن اداش بينطبق الفساد الفن الموجود نفس المشكلة انا هادي قيلة كمان قبل انو السينما طبعنا هي مريلة لنا شغلنا مريلة لنا مسرحنا مريلة لنا اوكي عشان هيك نحنا ما عمنا كتير بملخص مفيد يعني مش انو انا عم بتدعي انو لما احكي عن المواطن والدولة ما بحكي عن الفنون والفنانين والسينما والمسرح اخر اعمالك كانت مسلسل اولاد ادم حسب ما بتذكر انا هلا يلين عرض بالالفان وعشرين نا اشتغلت شي بس اتس مات كريديت يعني ما رح يكون اسمي عليك كيف كان كنت عم تلعب دور رجل امن طبعا كيف كان هيدا التجربة اللي لعبت بهذا الموضوع ايه شو يعني بالعكس ده يعني ادي حسات بانو انت حمسك الدور وشدك لانو هلقد انت بتحترم هلقد موضوع شوي دقيق كان بالمسلسل يعني هو عم يحكي عن اولاد ادم يعني اولاد ادم اللي هن الناس العادة بني ادمين بالعرب لا في عندهم الوجه الحقيقي وفي اوقات عندهم الزلات طبعا حلو الواحد كمان يطرح فكرة انه رجل الامن كيف لازم يكون لانه هيدا اللي بينقصنا هلق الثقافة المواطنة تنطبئ عن رجل الامن اضا طبعا كيف لكان مش انه منزه رجل الامن عن الاغلاط هو بشر بالاخر مش بس بشر لا كمان هو عنده مسئولية اكبر لانه لابس البدلة عنده مسئولية اكبر ممنوع يغلط لما يكون لابس البدلة رايدا الاحترام للبدلة في هيك في هيك رهب للبدلة للأورد رايدا احترام للأورد رايدا مش لل يعني احترام لفكرة لفكرة انه نحن مجتمع نحن دولة اوكي يعني مش معقول انه انه بزمن الحرب بزمن الحروبات بزمن السلم بزقفوا للبون بيه اكتر بفرنسا لانه انه عندهم افكار انه جيش الفرنسي شو عامل ومدرشو حبيبي اذا جيش الفرنسي مش موجود انتوا افقر من هيك صح اوكي هني يفكرين انه لا جيش الفرنسي اوات بيروح بيعتدي بلوكي خي ما هو عم يعتدي كرمال انت عايش متل انت عايش يعني في بالعقل البشري انه ما بفهمها لا انا عندي بدلة الجيش بخلبي للأخص وقوى الامن كله نصاب بس بدلة الجيش بالذات الى رمزيتا مش بس رمزيتا يعامل العلم مدفوع حقه صار دم مش بطل مدفوع حقه انه تلات اربع نواب رسموا خطين حمر وعملوا الارز بالاول صارت مرتوية خلاص صار صار حقه دم ما بقى فينا نرجع لورا يعني ما بقى فينا نرجع لورا يعني انا اللي نفرني كمان انه جنرال سابق بالجيش وبلا ما بحب ما بحب احكي بالموضوع بس ما اتطر احكي بالموضوع وقف عملنا المانيفستو رقم واحد البلاغ رقم واحد وشاف صورة اي جيش سابق عم تتكسر مش مهم صورة بحد ذاتها رمزية الصورة والمكانة الفكرة لا 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 في خدمة واطنة يكسرها اوكي بقول له تمام ما مش مشكل يعني وما رح يصير له شي انه صورة تكسر يتعادي مثل ما انت انه بيقعد تليفونك فيه الف صورة بيتكسر مش هلا ابدا مهمة يعني مش مهمة رمزيتها رمزيتها المهمة انه جنرال واقف جنرال واقف وهذا عم بصير قدامه اوكي وهو عم يتبسم انا صارت قدامي يمكن وانا كنت جنرال ويمكن حطيت بالسيطواشن غصبا عني اوكي انا تريديم ميسيلف يعني محله انا بوقف بساحة الشهداء وبقوص حالي ايه هالقد هالقد بعمل متل يوكيو ميشيم انا بس بدي اطشك لك وينه انا داني هيدي ما فيك لهالدرجة يمكن هلأ انا بدي اقول شي ممكن ما بعرف اذا بحق اللي اقوله بس لهالدرجة الوطنية صارت مفقودة عند كترين اشخاص لا مش مفقودة وحياتك يمكن لما منسمع حدا عم يحكي متلك من حاس هيك بيرجع انه عن جد قلبنا كبير فيه اللي شغلة مش مزبوطة الوطنية مفروضة بمحلات معينة عم نحسها الاكترية الاكترية بلبنان عندهم وطنية بس اصابتين بعدون حتى الناس اللي مش عم يعرفوا شو عم يحكوا بالطريق فيه عندهم وطنية بينهم وبين حالهم بيحبوا يمكن بلادهم اوكي مفكرين انه البلاد هيك متل ما هني متصورين اوكي بس مش معناتها الاكترية بلبنان اكيد وطنيين حتى الناس اللي مع الاحزاب مع الميليشيات منهم انا لما اتوجه ما بتوجه للمواطن انا بتوجه للايادة تبعه وين عم تاخدوا لها المواطن شو عم تقلوا عم ترجع تربي فيه قصص اللي صارت بالحرب اللي هو ما قالوا علاقة فيها يعني هو عمره 23 سنة اعطيه مجال يعيش ما تبعث ويموت تركه يقرر رحاله مش بس تركه يقرر اتليست قل له يخي غلطنا معقول ولا واحد غلط بالحرب رودني فيي اطشق فيه معلومات حكومية عن ترشيح مصطفى قديب سفير لبنان بي المانيا وللمزيد من المعلومات رح تنضم إلنا مراسلتنا جويس نوفل لنشوف أكتر عشية الاستشارات شو المستجدات جويس مصال خير مصال خير أزمة مصال خير نظيفك يعني بالفعل سفير لبنان هذا المانيا سفير مصطفى قديب هو من ضمن أسماء يتم سلقول حاليا أزمة هي معلومات وليس هناك أي شيء محسوم بحسب مصادر بغيار المستقبل لازال الاسم كتبتم على الاسم سيعطي تتبتم على المستقبل كتلة المستقبل النيابية مثل اجتماع حاسم ليرفع من بعضه الاسم الذي سيتم ترشيحه وسيتبنى رئيس الحكومة الصادق صعد الحرير لا يكون رئيس الحكومة المكلف أقل ومكرة إذا سارك كل الكتلة النيابية بهذا الاسم ولكن رح ارجع شدد أنه مصادر طيار المستقبل أكدت للأوتيجي أنه هذا الاسم من ضمن نائحا من الاسماء تم طرحه ولكن ليس الاسم الوحيد والأكيد بحسب مصارف المعلومات أنه هو على أسر حظا هناك أيضا الاجتماعات ومشاورات وأتصالات أدمة تجري خلال دقائق بسعات يعني من النهار حتى كل الكتلة عندها اجتماعات إن كان الاشتراك إن كان القوات إن كان حتى المستقبل اجتماعات مثلا اجتماعات حاسنة والكل ينتظر رفع الاسم من قبل سعر الحريري يعني كان من المفترض أن يكون قدموا هذا الاسم قبل هذا الوعي ولكن ليس هناك من مهمة زمانية مصادر بحركة أمل أيضا أكد للأوتي ذي أنه يمكن أن يكون قسم مصطفى أديس على غرار الأسامي اللي تم طرحها قبل يومين أو ثلاثة مثل ريا الحسن مثل راشيد زرباس مثل بهاية الحريري مثل أسماء أخرى يعني فقط لقنينة استعمل التعبير الذي يستعمل بهذه الأمور يعني لحرك هذه الأسماء ليكون الاسم الذي سيتم تبني غير عنهم يعني حتى الساعة هو اسم من الأسامي المطروحة السفير مصطفى أديب ولكنه ليس محسوم وليس الاسم الوحيد هناك أيضا معلومات تتحدث عن اللائحة التي يمكن أن يقدم طيار المستقبل وتحديدا الحريري فيها أيضا محمد الحوت من الأسامي المتداولة ويمتضر الثناء الشيعي الحريري ليقدم أي من هذه الأطلاء ليبلع على الشيء مقتضاه بالنسبة لبكرة والإستشارات النيابية أختم أنه مثل ما ذكرت في اجتماعات للكتل النيابية اجتماعات حاسمة أيضا هلأ المسعد جايس هلأ عم تصير ولا مؤخرا ليل هيدا النهار لا اجتماعات اليوم عشية للكتل لحسم الأمر يعني حتى بكرة يكونوا الصبح راحين على الاستشارات التي ستطلق استشارات ساعة تسعة والاسم مضبوط والاسم مطروح ومعروف أكيد إذا جز أي من التفاصيل والمعلومات رح نكون معكم فيها مباشرة نعم وطبعا رح نكون برسالة معك بنشية الأخبار شكرا لكت جايس يعني هلأ فجأة كتب اسم أنا وعن بحكي معك في حق عادية أنه في اسم مصطفى أديب وفي معلومات هل هو فعلا لا يحترق اسمه مثل محرق أو أسام الباقيين ولا أنا ما كتير بتهمني اللحظات الأنية بما أنه الاستشارات بكرة بكرة ببين يعني بس الكل ينتظر تسمية سعد الحريرة محافظ الألقاب لا يقرروا على أساسه مين بدون يسموه لأنه هيده ممارسة الديمقراطية بشكل خاطئ هيده الأنون الانتخاب وصار نسبة سهو مفروض أكتر يتحكم لألي يتعرض خلص ما تعدى الأنون الانتخاب وهو كل شي نحن عم نعيش ولا من وراء الأنون الانتخاب لأنه يالي كان تفصل على إياس أشخاص أولا لا أبدا ما أنه نفصل على إياس أشخاص لا مش هيده الأنون الأولين السابقة عم بحكي لا الأولين السابقة يعني مزبطة تضبيط سويا المشكلة أنه أنون الانتخاب يعني في ناس عندهم حساسية ومعروف منني يعني بالسياسة عندهم حساسية على موضوع أنون الانتخاب ومن وراء هيده اللي عم نشوفه هلأ عشان هيك أنا لما أقولك منه بريء اختيار 17-20 هو من وراء قصة أنون الانتخاب بس بما أنه أنون الانتخاب صار فيه تقريبا عدالة حسب الأنون طائفي تبعنا أنه صار المسيحية بيقدروا يجيبوا 57 نايب من أصل 64 ماشي الحال أوكي عفوا ما بيأس سوى الفكرة أنه لما صار هيك خلص مفروض الأكترية بتحكم لأليه بتعارض لانتخابات النيابية جديدة بدك تشتغل شغلك مزبوط بالمعارضة بتجيب الأكترية وبتاخد الأكترية بتحكم انتخابات نيابية مبكرة أنت معها هلأ ولا بتشوفها قابلة للتحقيق بعد الاستئالات يعني هي الاستئالات تعاد على الأصابع بس أنه كيف بتشوف أنا بالنسبة لأليه قلتلك الموضوع الاجتماعي كتير مهم بالنسبة لأليه أنه أنا اكتشفت أنه الفكرة المواطن أنه حامل زنب مين انتخب أوكي لا مفروض يعرف أنه ما فيك تهرب من مسؤوليتك الثورة على الذات أول ما تكون قبل ما تكون على شيء تاني أنت منتخب أنت بك تدفع أولى أربعة سنين ما فيك تحملني يا هلأ أنا ما انتخبت أوكي وما انتخبت ما تفكير لأنه عارف أنه ما كان لازم انتخب وطلع معي حق بعدين لأنه كنت عارف أنه اللي موجودين على اللايحة أنت ما انتخبت بآخر انتخابات 2018 لأنه أنا بعرف أنه مفروض بالعدالة أوكي نحن بهذا النظام طائفة العدالة بتقول أنه النظام الأرطوديكسي هو اللي يزبطها لأنه ما حدا يقل لي يعني يعني ما حدا يحكي بالله طائفية لأن إحنا خاصة الأحزاب بتقول أنه هذا قانون طائفي يجيب لي واحد معك بالحزب مش من طائفتك أوكي وأنا بقبل أخده أعطي معك نحن عم نحكي بنظام مدني ومدرشوه هذا كله لبعدان هذا هلأ ما بيصير هلأ ما بيصير هلأ يعني بالعدس في طائفية يعني متل ما بيقول زيادة رحماني يقولك بالبرغل في طائفية طبعا في طائفية أنه هلأ تيجي تقلي أنه بعمل أنا ما إذا أنا عملت هلأ قانون لا طائفية كل عام تروح تنتخي بحصل طائفتها يعني بصير هيدا بعده شيء بالثقافة الزهنية طبع كيف لأ كان يعني ما قدروا تحرر يعني بالتعاطي اليوم نحن كعالم كناس أنه قطعنا بالحرب وصرنا وراها يعني بتلاقيها مثل شيء لأنه ما يعني أنا عندي أصحاب عن جد في حدا يعني هذيك المرة بدي أعرف شو طائفته يعني كنا عبالي أعرف شو طائفته مش عارف شو طائفته يعني صار لي بتشوفه بالصهرات صار لي ممكن شي عش سنين أوكي ما إني عارف شو طائفته مرة إيك إنه بدي أسأله أنه ما إني عارف شو طائفته لا بتصير بالعلاقات الاجتماعية ما كتير مهمة بس لما لما تجي لما تجي تحكي بالسياسة بصير كل واحد مش منطق هذو مش منطق إذا نحن عايشين بنفس البلد في أقليات في كمان سقفات متعددة يعني لنين بالاتحاد السوفيتي أوكي كان في يا 123 يا 126 لغة ترك الخصوصية لكل الإثنيات ترك لهم الخصوصية اللغوية لا لأنه عبقرة الزلم هو عبقرة فهم أنه الخصوصيات اللغوية هي لإغناء اللغة الروسية لك يعني إذا بيت شعر تاخدين الروسي بترجمي للكزا وترجعي بترديه عن الروسي بتكوني تعلمتي وغيرتي شي باللغة يعني مش ما يعني مش هيك أنه التعددية أنه هاي المشكلة وإلغاء الطائفية مش إلغاء التعددية كمان يعني كمان أنا مبضي يعني أنا بعرف أنه هيدا الخلاص لألنا بس هيدا بده شغل من هلأ لنقبض حقه بعد عشرين أو ثلاثين سنة علاقتك بالدين ردني حداد أنت كشخص كيف مش برجال الدين علاقتك بينك وبين ربك يمكن أنت مؤمن ولاست متدين ولا تمارس إيمانك كيف بتوصف علاقتك بالدين لأ أنا لك شو أنا ما بهمني الشخص المقبيلي شو دينه وشو معتقده أنا بهمني أنه أنا بعرف شو دينه وشو معتقده وبيحترمه ما بهم أنا شو ديني وشو أنا طبع إيماني علاقتك مع ربنا هاك أنا عم بحكي عم بسأل أنت صحيح تحتلم علاقة مقطوعة لأ أنا بأحد المؤمنات سمعت أنك بتقول أنه أنت مؤمن وعندك علاقة جيدة مع ربنا ولكن ليست متدينا لأ لست متدينا على أكيد بس الفكرة أنا قلت لا أنا ما جوابت لكن داي أنا قلت الإيمان عند التجربة وأنا لم أجرب الإيمان عند التجربة يعني بس يوقع الشخص بيبرهن إذا إيمان لا بيبين إذا عنده إيمان تكتب عم تكتب ما عم تكتب وعم كنت عم أمثل ما أقف تشغل إن هيدا أول جمعة بيخدها برايك بس بإرادة شخصية بس أنا عم بحكي بإرادة شخصية بس هل في إنتاج في إنتاج طبعا في إنتاج نحن يخبرني يعني أول يعني شو أهمية المسيح باللي عمله بيصلبوا على الصليب باللي عمله هاي أهميته عشان هيك بعد ألفين سنة ما بيتزعزى العمل اللي عمله لأنه بوقتها ما كان مسبوء. هو محضر لو كان بالفلسفة اليونانية لأنه كمان سقراط انتحر. كرمال الحقيقة. يعني في حالات بس أصدي أنا المسيح لم ينتحر. أوكي. قبل يقتلوه مع أنه هو صاحب حق وصاحب إدراء. هاي الأهمية هاي العظم. نعم. من الشخصية المهمة بالتاريخ مثلا؟ المير تريزا. بغض النظر عن شو بتآمن وشو عملت. مين غندي؟ كرم رأسة حالة لحتى تخدم الفقراء ببلدها وتخدم الفقراء. غندي. يعني غندي أكتر واحد ماشي على خطر المسيح. عرفت شو هو يعني؟ يعني مسيحي أكتر مني. أنا على التذكرة يمكن. خلقت مسيحي. أوكي؟ بس باللي عمله هو هو أكتر واحد ماشي على خطر المسيح. بس والفكرة أنه الدين مش مهم المهم شو بتعمل. يعني باسم الدين رتوكي بيتقبش على الحروب بالأرض وقبش على المجازر بالأرض. أوكي؟ بس مش معناته باسم الدين دقيق أنا بالحكي. باسم الدين. مش معناته أنه الدين بيدعي له. لا أكيد لا. هو إذا بدنا نرجع لأصول الدين هو يدعو إلى التسامح وإلى المحبة. مش دائما مش بكل الأديان يعني في أديان ما بدعي للتسامح يعني بس كمان بتأفل. هلأ طب في شي عسيرة العمال في شي جديد رح نحضره في شي جديد على التلفزيون كينما ما بعرف بدنا نشوف شي عمل جديد لك. لا لا على أكيد على أكيد يعني أنا شغل بستمر بس هلأ يعني توجه أكتر للكتابي إخراج أكتر من تمثيل. عم تكتبه شي لعالدول العربية ولا بس؟ لا أنا يعني بيكتب لبناني يعني يعني هلأ بيفوت قصص بس أنه البل يعني بتكون الجغرافيا شوية على ميلوش فورمان يعني رح أعد أمريكا لون أنا ما بعرف أكتب أمريكاني. يعني بقي يكتب من محل ما إيش يعني ما عارف صار بعدين ياخد سيناريوات من غيره. لا أنا يعني بس بك تشيليني من هون بك تحطيني ببيئة بعرفة يعني يعني البيئة الغربية بفهمها كتير منيح البيئة الشرعية البعيدة بفهمها كتير منيح بس. البيئة العربية مش كلها بفهمها يعني مش كلها بفهمها بالحياة اليومية بالحياة الاجتماعية يعني مش كتير فايت فيها يعني. عشان هيك لما بنطلب شي خاص ما بقدر يعني بكون كذاب لأنه بتكون عم بيأخد الخصوصية وعم صنعة تصنيع. وبالشغل هيدا انا ما بحب كون مصنعاتي يعني بحب كون يعني بحب كون فايد بالشغل الاخر يعني لا انو بعرفها كتير منيح بكتب عن شي بعرفوين رودني شاركت كتير بمسلسلات وبأفلام مع نجوم يعني مع يمكن هن منهم اصلا ممثلات هن جايين يا من خلفية جمالية يا من خلفية ما بعرف يعني كتير انحكى بهذا الموضوع انه الملكات الجمال طاغوا على التمثيل حتى صاروا الممثلات يعني عندهم هن اصلا هيدا الموهبة بطلوا موجودين صار الجمال يطغي على التمثيل الصحي قده بتشوفها صحيحة هالنظرية وقده كل شخص بيصبط حاله بالاخر بالاخر بيصبط حاله لانه قده بيشتغل على حاله يعني بس هي الاثكس كتير مهمة اخلاقيات المهن كتير مهمة وهذه الانسان بيقدر يتعلمها يعني كان هو عم يشتغل او كان بالجامعة بيقدر يتعلمها سقول الفكرة لا في ناس يعني عم تشتغل على حاله كل وقت لتقدم وبنفس الوقت يعني انا ولا مرة كان عندي هيدا الانه انا تلميز جامعة وهو مين اما شك فكت لا هو حديدا على مفهوم الجمال يطغى على الموهب بس الجمال it's requirement يعني في جمال المشوه يعني التشويه الجميل يعني بيبقى ناس بشكل غلط بس سوبر تشارميك سوهي كمان جمال يعني الجمال it's requirement بالفنون يعني الاستيتيك ما فيك تطلعي منه شكل الممثل بده يعمل بس اوقات بينطلب دور مثلا يكون الشخص مشوه او يكون الشخص منه منه حلو بس انا عم بحكي تحديدا عن الناس ياللي فرضوا فرض على التمثيل لا ما هيدا كمان مش قصة فرض وفرض قصة هي كلها بالبوليتيك يعني احنا الناس العاديين هيك منفكر لانه لانه حلوة حطواتنا لا هي الا علاقة بالبوليتيك وبطريقة التفكير يعني منين جاي الانتاج شو بده هو من الفنون يعني شو بده هو من الفنون شو شايف فيها وشو بيعرف عنها فهمت علي منها قصة انه لو جاي من منطلق سقافة شي تاني جاي منطلق لاجسي انه نحنا الفنون الدرامي يعني الفنون الدرامي منها عتيقة بالعالم العربية مش كتير عتيقة مش قديمة لا منها قديمة يعني مش انه من ال 1400 كان فيه ظواهر انه رأس ودين ومدرشو ما قال علاقة يعني مش انه كان عنا شيكسبير نحنا هيدا بوقت شيكسبير ما كان عنا شيء له علاقة بالمسرح بسو هيدا لاجسي كمان يعني بدا نشتغل نحنا هلأ لابعدين يجي ناس يشتغلوا احسن منو بتلاقي حالك بالمسرح اكتر مستينما والتليفزيون لا انا بلاقي حالي وين ما بشتغل بس تحب التفاعل المباشر مع الناس اكتر هي مش هاي اهمية المسرح اهمية المسرح انه هو اتس الميريكل هابنينج ناو هو عجيبة تحصل الان عجيبة طبعا مثل ماتش الفوتبول كيف يعني كيف انت اذا حضرت ماتش الفينال طبعا المونديال لايف مش عالتليف مش انه حضرته بعد اربع سنين هاي اهميته يعني هلأ بديك تربح الماتش كل ليلة بديك تربح الماتش ومش مهم انه قصة علاقت علاقتك بالجمهور وعلاقت الجمهور فيك هيدا هيدا شي سنوي انا عم بسأل من خلفية مش كتير فنية مش ناك عم جارب استوضح منك انا عم بجيوب بك عم بشرحلك ايها هي الفكرة انه هيدا عجيبة بتصير هلأ ومرة واحدة هيدا المشاهد بشوفك مرة واحدة ما فيك تخسر الماتش ممنوع الغلط يمكن ما فيك تخسر الفينال وكل يوم عم تلعب موتش فينال يمكن الادراء اكبر انك تكون عم تمثل على المسرح بده مجهود اكبر وطاقة اكتر لا يبده ادراء اعلى ايه ادراء اعلى بس كمان هي بده يكون ادابت بالمثل للمسرح لما يجي على قدام الكاميرا بس عادة كل المسرين الكبار بالعالم هني مبلشين بالمسرح والادابتايشن تاخد معهم عشر ضايا يعني اول مرة بيوفق قدام الكاميرا بعد خمسة دايق بيمشي حالا رودني باي دور هيك مؤخرا لعبتوا حسات حالك عم بتعبر عن رودني حدات ولا كل شخصية انت بتتقمصها لحال او بتحس فيها بطريقة غير عم بسألك عملت مرخل فيه مش فني لا الفيلم اللي كتير بحبه يعني هو يونيس توارد وفو يعني بيحكي على ذكرى الابادة الارمانية اذا عم نحكي بالفيق كفيلم نعم وفي عهد الدم يعني انا عاوز انا عم بعمل هيك الرشارج انا كنت مصوط انا عم مشتغل فيه هو على شاهد دوت نات لانو ما نعرض على التيفي ما نعرض على التيفي بس انا حضرته يعني انا عم بعمل الرشارج هو انت وبس الخياط كمان ومين البطولة النسائية ولا سعادة ومين البطولة النسائية ما فيه فيه كتير فيه ندا ابو فرحات وفيه معنا اللي لا اللي تلاقيت فيهن يعني مش كتير لانه هو سريلر يعني هو شوي الموضوع رجالي اكتر يعني سريلر وبتحقيق ما هو اسمه بيوحل انو كان بعد فيه شي بدي اسألك عنه سامير حبشة وقت لقبك بالباتينو العرب انا بيعني لك هذا الموضوع يعني الباتينو شي بالنسبة للناس اللي ما كتبت تفهم بالمسرح والسينما هو شي كاريزما كتير قوية وكتير مهمة بالعالم قداش بيعني لك هذا الموضوع وانا قبل ما كف معك يبدو انو الاتصال مع بريز ما زبط معنا اليوم فارح نرجع نجري بغير حلقة مع ايجاز ريني يعني انا وقت الاهل هيك علاقت معه نعم بنزح نعم انا كنت اصحاب انت وياب هو من اكتر الناس مقربين لك طبعا لا علاقت معه انا كان بدي يسميني برندو العرب مظهر لا هو عم يحكي عن البلاستيكا بسموها بلاستيكا يعني هي يعني شو هي بالتعبير الفاني طريقة الحضور وكيف تشتغلي يعني وكيف تشتغلي وعلى شو بتشتغلي وعلى شو بتشتغلي عالسات وكيف تبعيك للموضوع تبعيك وقدي كمية الحضور والتفاعل مع غير شغل مع المثل المقبيلك مع شي يعني هيدا تسميي بترجع لقالوه اللي البتشينو وين انا وين يعني لا بس انه ما لانه يمكن انت ما سيقبت انه ما خلقت بها بمطرح البتشينو لا بس ما بتعتبر انه لانك انت هون يعني يمكن الممثلين بلبنان مغمونين فعلا لا لا مش اخذين حقهم مثل ما يقال هيدا هيدا فلسفة وعطول بيتكرموا بس يموتوا ما بيكونوا مكرمين بحياتهم التعتير والشحار والمدرشون لا بحبها لعند المواطن ولا بحبها عند الفنان ولا بحبها بمحل انت تحمل مسؤولية خيارك انت بتشتغل ممثل يعني انت نصف الها مش اله الها يعني عند اليونان يعني انت هيك انت سبيشيز مختلفة عن العالم سو ما فيك تجي تقلي انه انت ما بعرف شو حتى لو مش ماشي حالك ما مفروض يعني لما توقف على المسرح انت بواقف مجمد ألف نسمة بكراسيون هدي مش انه مين مكان فيه يعملها نعم بديكون عنده موهب كتير قوي 200 بالمية سوى الواحد بده 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 يشوف حاله يعني الكرامة الشغلة ضرورية ما فيك تختار الكرامة مش ضرورية بس بالفن ضرورية وين مكان يعني ما فيك تختار هدي المهنة وما تكون هالقد طف بالحياة بس شفنا فنانين ردني ماتوا ما معهم يتحكموا وفنانين كبار ومن الجيل القديم يعني هيدا السؤال اللي عم بسأله عطول بالبنان يقال انه الفن ما بتعمي خبز قدش مزبوطة هالنظرية لا مش مزبوطة قبل لايتلي ماش مزبوطة لايتلي صار يمكن فيه فيه انتجات عربية ومشترك عصيرت الانتاجات المشتركة كمان ايه شوني مشكلة ايه مانا مشكلة يعني هيدا السوق هيك بيقول هالله وانس مع السوق لا مش اسمع السوق انه بالاخير انت سوقك صغير هون باللبنان يعني عمنا يا بقى نحكي بزنس يا بقى نحكي فن لا اكيد عم نحكي لبنان ايه شق البزنس هو شق مختلف كمبليتلي يعني انت لما عم تشتغلي لحد عم يدفع من غير محل انت ما فيك تفرض شروطك عليه اوكي لما انت بديك تبال شي هيدا بدي مؤسسات تشتغلها يعني يعودوا يفكروا انه نحنا بدنا ننطلق بشي لبناني مية بالمية ونعمموا على الدول العربية هيدا تفكير استراتيجي بينما نحنا لا بعدنا بنشتغل انه وين في مصاري اوكي نحنا بنعملكون اللي انتو بتكون كي بقى قردان يعني ايه قردان بس هال الحقيقة يعني بهيدا الشغل هال الحقيقة يعني حتى بالعالم كله يعني فيه افكار ما فيك يبقى اتناقشية بالسنة والعالمية يعني ما فيك يعني فيه محلات ما فيك تروحها ليا بالموضيع طبعي يعني كله بدي يكون معلب بانه انت عندك هال ملعب الصغير هون فيك تلعب فيه بس هون بيرجع لقدورة الشخص لقدرته التمثيلية عم بحكي عن كتابة واخراج اكتر بس بش عن التمثيل لا التمثيل ما لا لا يعني التمثيل ما بيختلف اه واذا شو المشكل يعني قداش بياخد معك وقت وتركيز وتفكير لا تكتب شي يعني بتكون مغلق متل ما منفكر نحنا انه مسكر على حالك وقعد عم تكتب وبسترس مستمر ولا لا بيكونش هي لذيذ الكتابة ولا انا بكتب بالبابز عند اصحابي ايف ايه وكو في عاجلة عالم لانه لانه الكتابة تحسك بالوحدة اه فما لازم تكون وحيدة انت وعم تكتب لا انه بتحس انه فيه ماشي حالك انت منك منك مزروبة بمحل معين يعني وعم تكتب لحالك ولا هاكي ما بيطلع انه هو هتحط يده يعني مثل لو تخيلوا للعالم الكتاب مثلا توم ستوكورد بفيلم شيك سبير ان لاو شيك سبير بفزه بنطه بيطلع على البالكون وبروح من هونيك وبيسكر بالليل وبروح بيشرب ودرشه وبيقامن فاتيشيس يعني بيقامن بالتعويز انه بصير يعمل هيك وبيبروم ثلاث برمات قبل ما يبلش يكتب وبيكتب ليش كتبوا هيك لانه توم ستوكورد كاتب نعم سوف بيعرف انه الكتاب مش انه بيزروا بحاله بقوضة انا انا بابا عرف بحط مدرشه وموسيقى وكذا مدرشه لا الكاتب بيكتب هو ماشي عالطريق انت بساقة بالسيارة بمعلقة معك بشي محل بتلاقي الحال بصير مستعج لتوصل نعم تصير مستعج لتوصل ردني حداد اذا بدك تجسد شخصية سياسية عالمية او شخصية تاريخية شو هي الشخصية اللي بتحب تكون عم تقدي دوره مش كتير مفكر فيها الحقيقة بس مش ضرورة باللبنان باللبنان بالعالم ما بعرف هيك انا كمان خطر عبالي السؤال هيك ما بعرف بمين بتشوف حالك قادر تجسد دوره لا لا يعني يعني انا عادة ان الريال التاريخيين بالسياسي انا بقرأ التاريخ من غير انجل يعني دائما من غير زاوي يعني مبلعي يعني انه هني الاساس بكل شي مش دائما هني الاساس بكل شي بس اذا بتقليلي رجل فكر مثلا مين داك تلعب او شي رجل غير بمصار التاريخ او بيعني لك حياله او كله انغيره كل الكل يعني ما بتحب مثلا جسد شخصية نالسون مندلا الجنرال دوغول لا انا مسلا عابد دور جبران بميز يدي بس ما نعرض يعني ما نعمل هيدا بس كان فيه تريلر ايه قدي بياخد مجهود لانك تكون جبران خليل جبران مش اصلا هو المجهود هو بالاخير الدور يعني الدور مثل ما مكتوب بس لا ما بدا مجهود لانه كمان الموضوع عم تتعرفي يعني انا قري له كل كتبه يعني حارف حارف صورة وبعرف قصته بتقري الاستوريك تبعه هلأ الفكرة انه انت شو بديك تضيفي من عندك على شخصية جبران اللي انت ما بتعرفي حقيقة هاي التكي شو كان عم يفكر ايه هيدون مثلا صو هيدا بدك جيب حالك لا بدك جيب حالك كارتيست كلك سوا تكون حاضرة وهون تيجي المسئولية انه انت لما بكتلعب جبران خليل جبران بدك تقنع العالم انه انت النبي يعني بكتقنع للمشاهد انه انت النبي انت المصطفى طبع طبع كتاب النبي طبع مش انت النبي ايه كتاب النبي كتاب النبي يعني انت بدك تقنع انه انه هيدا الزلم اللي مخبص مع مدري مين مدري شو عامل بس هو النبي بنفس الوقت ومن هون تبلش الصعوبة هلأ بجبران طبع سمير حبشة اللي عمله سمير حبشة لعبت دور يوداس ومع جبران كان يلعبو نازيه يوسيف وانا نقيت قصد دور يوداس اديه صعب تجسد هك دور يوداس يعني هو مفهوم يعني دور مفاهيمي هو يعني ما فيك تلعبه بيزنس يعني هو بيمثل دور الخياني يعني اشهر خائن بالتاريخ يعني بس مثلا يوداس تبع يسوع ابن الانسان يعني انا العبت الدور الوحيد لكاتبه جبران بيسوع ابن الانسان هو كاتبه اه والمشهد كان انو بيجي بزورو يوداس بس منقول الحوار اللي كاتبه جبران صح انا المشهد الوحيد اللي عبته اللي كاتبه جبران اوكي الحالي يوضاس بهذا ما كانت فكرة الخيانة تبعه يوضاس كان ألا غير مفهوم لأنه هو جاي عم بعطبه جبران ليوضاس ويوضاس عم بيقول له أنا ما كنت عارف هيك بده يصير يعني مش يوضاس الفعلي اللي هو الخيانة وحتى زفرالي أنصفه بفيلم جيزيس أوف نازرات ونحكى كثير أنه فيه مغالطات دينية جيزيس أوف نازرات لأنه مش كانت هالحقيقة لا مش مهم الحقيقة يعني العمل الفني ما بتعود مهم الحقيقة مهم شو عم يطرح عم بيقول يا خي طيب الرب يعني يسوع المسيح تمام عم بيحمله لإنسان مثل يوضاس مسئولية موته مش معقول ونحن بنعرف أنه الكتاب المؤدس الإنجيل ما له منزل هو يكتب لاحق يعني يعني طبعا كتبوا الإنجليين الأربعة وأعمال الرسل طبعا كتبوا يعني هو افترض زفرة لأنه بلك يخي واحد نسيله شي شغلة بعدين كانوا على علاقة شخصية فيه كانوا على علاقة شخصية فيه يعني ممكن بغاروا منه مش بعرفني ما عم يجربوا يليقولوا أسباب مخففة كانوا لا يهوضة طرح كان طبعا يهوضة بما أنه طب ما هو رايح رايح على الموت هالأد بدوا يحمل يضاس دم المسيح هي هالخطورة بالوضع وهذا الطرح كان طبعا زفرة لأنه طب فينا نحن ما نحمله ليوضاس الأد بالقرن العشرين بس أنت ما جوابنا على أي شخصية تاريخية بتحب تمثله ما المسيح المسيح كنت هالأ ما بطل تصبت هالله سيطة أكبر من هذا هالأ ما تكسف اللي عامل هك على فكرة فيه مرق مزحة بالطريقة أنه كل العنصر النسائي كان نعطي الردني حداد بطريقة يعني أنه بليز قولي له أنه معجبينه كتار ومعجباته كتار وأنه نحن كتير من نحبه في شي بعد أخير هيك عبيلك تقوله قبل ما نختم لأنه نحن خلص وقتنا ايه أنا بقول لاللبنانيين كلهم بالثورة مع الأحزاب مع الميليشيات أنتوا بأدسان بوينت رح تبقوا بالبلد بقين هون ما تخلوا حيالله حدا يقف بينك وبين صديقك أو صاحبك بالعكس ما في شي بيمشي إلا بالحوار أنت عايز اللي ضدك لا تجيبه معك لا تربح ما فيك تربح بلاه لو واحد كن ما فيك تربحه بدك تجيب المواطن المعك ما تلغي الشخص اللي بيختلف معك بالرأي لأنك عايزه لأنه ما فيك تلغيه ولأنك عايزه حكيه معه خد وعطيه معه وخف يمش خففه الغو الغو الشتائم والمثبات اللي ما بتوصل لنتيجة ما بتوصل لمحل هيدا مش حوار هيدا تشيطهم خلالا حل محل فاقفت الحوار محل خلاص ما يعني ما ما شو هيدا أنه أنتوا عم تصب لواحد يعني بعد شوية بدك تعمل المشكل يعني المثبات بتودي للمشكل ما بتودي للحل وما بدنا نضل واقفين محلنا مزبوط بدنا نعمل البلاد لقدام حيا الله حدا أنا حيا الله حدا أنا براجماتيك إذا حاكم مصرف لبنان بيعمل قرار منيح بقول له والله هذا منيح بس فيها أول خمسمائة بك تحسب عليهم تمام؟ أنه هي منيح بس هاوضي بك تحسب عليهم بس بقلوا أنه في شي عملتهم ما بدي بلش من محل طيب أنه رحتوا حطيطون هالمشاني طيب أنا أوكي طيب تمام المشاني أوكي شنقتون أوكي تمام هذا بعد انفجار بيروح ده حزر حزر جمع يعني بيخضوا النظر عن عن الاستفزاز ونبدي شو ما بدي يفوت فيها هيدا أنا أنه شنقتون بي على صور أوكي تفضلوا جيبوا لنا حدا وحطوا على المشكل يعني شو هالحكي هيدا يعني أنت بس أنه أنا يعني بس أنه بدي أشتم بدي يكسر بالصور طبعا لا أنت عمتين صرت العالم ما تهينوا العالم اللي مثلكون بالاحترام قلوا يا خي فلان واحد اتنين ثلاثة مظبوطة هاي جيبوا ورقة قلوا هيدا فاسد نحنا بنعرف نحنا بنعرف في لبنان مين فاسد كل عالم تعرف كل عالم عم جاري بتشويه الحقيقة في بعض ان العالم 200% حتى حتى اللي بينقل خبر مش مظبوط على سليولاره هيدا إجرام هيدا إجرام إذا هو عارف إذا هو عارف أنت مساهم بالفساد ما فيك تهرب أنت عم تساهم بالفساد لا الدقة الموضوعية بتفيد هلأ ما بيفيد هلأ تقاتل ما بيفيد أنه يروح كل يوم عشر جرحة أو يروح قتيل بالطريق لأنه أنا كمان كتبت محل أنه يحيى عندك كل تويتاتك لا أنه بالأخير أنه خففوا هالتشاتهم لأنه بالأخير تكون نحن أعراض عفوا أضرار جانبية هيك بيعتبرونا صح ما في لزوم المواطن يتخانع مع المواطن حتى حطيت شيء بكل موقف أنا بدأ أشكرك كتير كانت باعتبر إن شاء الله تكون غنية للناس وباعتذر إذا جرحت أو خدشت شعور حدا لأنه مش هيدا المقصود خاصة من المواطنين غير المواطنين ما بتفرمعي نحن إذن مشاهدينا منوصل لختام هيدا الحلقة بالتغطية بالمباشر بعد حوالي الساعة بتكونوا مع نشرة الأخبار وطبعا عند 8.5 كلمة فخمة الرئيس العماد مشالعون والحوار التلفزيوني المرتقب إلى اللقاء بمواملية جدية